من جديد أهلا بكم استدعت إسرائيل وسفير السويد لديها كارل ماغنوس للاحتجاج على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين بينما عبر مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أفكدور ليبرمان عن أسفه لإعلان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين هذا ومن المقرر يعقد البرلمان البريطاني جلسة في الرابع عشر من الشهر الجاري لبحث الاعتراف بدولة فلسطين أيضا المزيد عن ردود الفعل الإسرائيلية في سياق هذا التقرير لم تعد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي على سابق عهدها قبل عدوان إسرائيل الأخير على قطاع غزة وارتكابها جرائم ضد الإنسانية في القطاع يضاف إلى ذلك إسرارها على استحداث مستوطنات جديدة في القطص الشرقية أمر تراه دول الاتحاد مخالفا للقانون الدولي ومحبطا لجهود السلام في حل الدولتين ويبدو أن دول الاتحاد بدأت خطوات جدية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأمر الذي بدأ يدق ناقوس الخطر في أروقة الدبلوماسية الإسرائيلية وذات يقلق الجانب الإسرائيلي أكثر فأكثر مع تصريح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بالاعتراف بدولة فلسطين في سابقة تخطوها دولة في الاتحاد كما أن في الرابع عشر من الجاري يترقب الإسرائيليون جلسة البرلمان البريطاني لبحث الاعتراف بدولة فلسطين أيضا خطوات لم ترق للجانب الإسرائيلي ليبدأ انتقاداته العلنية لهذه التوجهات وإنما كان محظورا في الأمس اليوم يتم تداوله في البرلمان وتحت سقف الشرعية لبلدان غربية مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيكت أورلي بيرمان عبر عن أسفه للتصريحات المتسرعة التي أدلى بها رئيس وزراء السويد الجديد مؤشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تحل محل المهاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة للسلام ولم يقف الأمر عند ذلك وإنما لوح المكتب باستدعاء سفير السويد لدى إسرائيل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لبحث هذه التصريحات ويبدو أن السويد تذهب باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين في اعتراف متبادل للتعايش السلمي وحل الدولتين ضمن أطر المطالب المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين فيما يتعلق بحقهم في الأمن وتقرير المصيرة غير أبيهة بموقف الجانب الإسرائيلي في موقف شجاع لبلد يحترم القانون الدولي أناقش هذا الموضوع مع سيد شاول منشا المحلل السياسي الإسرائيلي من القدس المحتلة وضيفي في الستوديو الدكتور ياسر العموري أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزاة أبدأ معك دكتور هنا نتحدث عن الشكل القانوني والسياسي لإعتراف السويد بفلسطين كدولة على حدود 67 وإن تداخلت السياسة بالاقتصاد أفوا بالقانون حدثني عن رؤيتك لهذا الموضوع أنا باعتقادي أن هذه خطوة بالرغم من أنها قد تكون متأخرة متأخرة جدا بالنسبة لدولة أوروبية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير إلا أنها خطوة جيدة وإيجابية وعلى طريق نأمل أن تكون اعتراف بقية دول الاتحاد الأوروبي تحديدا في حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية لأن الاعتراف في الدولة الفلسطينية هو استكمال اعترافهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعني هنا أذكر أن 138 دولة في العالم اجتمعت وأقرت بالاعتراف بـ نان نمبر ستيت لفلسطين بمعنى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 فبالتالي هذه خطوة إيجابية تدلل على انسجام السياسة السويدية مع القانون الدولي الذي يقر بمشروعية حق إقامة الدولة الفلسطينية على الحد الأدنى من الحق الذي يكفله القانون الدولي وهو على حدود الرابع من حزيران وأؤكد الحد الأدنى الذي يكفله القانون الدولي على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 أذن أنت هنا تسند الجانب القانوني وفي حده الأدنى كما تقول ولا تتداخل السياسة بأنهم عجزوا من سياسة إسرائيل أو استطالة أمد المفاوضات لا أنا باعتقادي أننا لا يجب أن نعول على الموضوع السياسي والمفاوضات من أجل إحقاق الحقوق الموقف القانوني وقرارات الشرعية الدولية وما تدعو إليه أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني تقر جميعا دون أي خلاف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة أن للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير معنى ذلك إقامة الدولة والاعتراف في هذه الدولة جميل أتحول إلى سيد شاول بنشا سيد شاول ما رأيكم بهذه الخطوة كثير من الدول الأوروبية كما تروج الأخبار على طريق الاعتراف بدولة فلسطين وإن كانت إسرائيل قد استاءت من هذا وستدعت السفير السويدي هل تعتقدون أنكم قادرين على تغيير هذا القرار السويدي هذا القرار إذا كان سيتغير أو لا ليس له أي علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية وهذا الحدث ليس له سابقة في التاريخ أن دولة ما تعترف بدولة لم تنشأ بعد وفي نظر إسرائيل الموقف الرسمي هو أن هذه الخطوة تدل على أنها إحادية الجانب والسبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية هو المفاوضات بين الطرفين وذلك لأن إسرائيل حاليا هي التي تتمسك بهذه الأرض وأي قرار في هذا العالم لا يمكن أن يخرج إسرائيل من هذه المناطق اللهم إلا باتفاق بينها وبين الفلسطينين ثم أود أن أرد على ضيفكم الكريم الذي قال أن اعتراف السويد هو اعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين هذا ليس له أي علاقة بهذا الموضوع ذلك أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير إسرائيل تعترف به وهذا بدليل أنها تؤيد مشروع إقامة الدولتين ولكن عمليا سيد شاؤول لا شيء يدل على هذا الكلام على هذا التأييد أو جدوى المفاوضات المراثونية طويلة الأجل وهنا تحول مرة أخرى إلى دكتور ياسر العمري وأنت أستاذ القانون الدولي هل ترى روحا من الحقيقة في هذا الطرح الإسرائيلي التي دأبت حتى في اعتراضها على السويد تقول أن الفلسطينيين هم من يعوق الوصول إلى أي اتفاق أنا باعتقاد أن المفاوضات إذ كان هدفها الاستمرار في المفاوضات والجلسات التفاوضية هذه المفاوضات عقيمة لا معنى لها أما إذا كان هدف المفاوضات هو وضع آليات لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض المحتلة وتحقيق ما تقره أحكام القانون الدولي وما يقره قرارات الشرعية الدولية فلتكن المفاوضات من أجل وضع هذه الآليات إذ كانت إسرائيل تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أتمنى أن تعلن ذلك في أي وثيقة للعالم بأنها تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حتى حينما بدأت العملية السلمية وتم تبادل رسائل ما بين المرحوم ياسر عرفات وما بين رابين الفلسطينيين اعترفوا بوجود إسرائيل إلا أن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير كممثل الشعب الفلسطيني ولم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستمرت المفاوضات أكثر من عشرين عام إذا أنت هنا دكتور ياسر تلقي خلف ظهرك كل المفاوضات وتتحدث وكأنك ترى السويد قد أيقنت بأن لا مجال لهذه المفاوضات وبالتالي الاعتراب بفلسطين هو نهاية المطاف أنا باعتقادي نعم أن السويد هي ركبت في المركب الذي الآن فيه أكثر من 138 دولة في العالم من أصل 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة من أجل القول بأن يجب أن يوضع حد للاحتلال الإسرائيلي والدولة هي إنهاء الاحتلال سيد شاول تتابع معنا هذا الحوار كيف يجري هناك نظرة داخلية فلسطينية بإمكانية ركن الحوار إلى جانب وبالتالي البحث عن منهجية جديدة في كسب الحق الفلسطيني وربما هنا لا يفوتني أن أذكر أن الحرب على غزة قد جاءت بالنتائج عكسية ربما أيقنا من خلال نتائجها من خلال الدمار عدد القتلى الشهداء الأطفال حجم الدمار أن لا أمل في هذه المفاوضات وبالتالي المجتمع الدولي أيضا أمام منهجية جديدة في التعامل مع فلسطين وإسرائيل تحديدا أولا أنا معكم بأن المفاوضات الحالية هي متعثرة وعليلة أيضا ولماذا؟ السبب العائق الوحيد والأهم في هذا الموضوع هو أن حركة حماس أصبحت شريكة للحكومة الفلسطينية وهذه الحركة هي حركة إرهابية عدوانية وأرجو أن تقرأوا ميثاق حماس الفقرة السابعة منه تدعو إلى قتل اليهود وهناك فقرة أخرى تقول أن أي تنظيم والمقصود هنا تنظيم فتح يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين من النهر إلى البحر فكأنه يتنازل عن الدين الإسلامي دكتور شاول حتى لا تأخذنا بعيدا في هذه المتاهات هنا إسرائيل أيضا تطرح أن لا قيمة للخطوة السويدية أو الخطوة الأوروبية لأن أي تسوية تحتاج إلى تسوية شاملة بين كل العرب بقضهم وقضيضهم مع إسرائيل وبالتالي أنتم تتجاوزون حتى فلسطين نحن نرى أن الاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية هو بمثابة بداية ومدخل إلى الاتفاق والسلام مع جميع الدول العربية ولكن أعيد وأقول إن العائق الحالي هو حركة حماس التي ينبغي أن تعدل ميثاقها كما فعلت حركة فتح وأن تغير نهجها وهذا لم يتم بعد مع الأسف الشديد دعني أقف عند هذه النقطة وأن غيرت لست أدري دكتور ياسر وأن غيرت حماس كما يتفضل السيد شاول هل ستنتهي المشكلة؟ أنا باعتقادي ومع احترامي الشديد لضيفك إلا أنه يجاء في الحقيقة ويتحدث في مسائل لا علاقة لها بما هو قائم إذ كان يقول أن حركة حماس وجودها يعيق المفاوضات وبالتالي هم يؤمنون بالعملية السلمية أنا أتحدث عن المفاوضات الآن عمرها أكثر من 20 سنة لم تكن حماس طرفا فيها نعم حركة حماس أولا ليست طرفا في العملية السياسية والعملية التفاوضية العملية التفاوضية هي منظمة التحرير الفلسطينية وهناك شرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية حركة حماس انضمت إلى الحكومة الفلسطينية منذ فترة قصيرة جدا ومع ذلك الملف المفاوضاتي متعثر بالكامل ليس لكون الحكومة وهي جزء من السلطة الوطنية وهي ليست التي تفاوض حتى لا نغرر على المستمعين الحكومة لا تفاوض وليس من مهام الحكومة أن تفاوض المفاوضات هي ملك ومسؤولية تنظمة التحرير الفلسطينية التي لا حلاقة لحماس فيها معنى ذلك وبالتالي هذا يدحب الرواية الإسرائيلية حينما تتحدث عن أن المفاوضات متعثرة بسبب وجود حماس هم يقولون لنا لماذا نفاوض هذا ما أريده من الجانب الإسرائيلي إذ قال لي أي مسؤول سياسي إسرائيلي ماذا يريد من المفاوضات دعني أتحول إلى سيد شاول سيد شاول في منتصف هذا الشهر هناك جلسة للبرلمان البريطاني سيطرح قصة الاعتراف بفلسطين حتى وإن الحكومة لم تشأ هذا ستطرح القضية برلمانية وبالتالي الحكومة أمام حرج رمما إذا لم توافق ما أنتم فاعلون إذا اعترفت بريطانيا هذه الدولة الكبيرة بفلسطين كدولة مستقلة على حدود 67 أولا سيدي يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيقرر البرلمان البريطاني وحتى إذا قرر الاعتراف بدولة غير قائمة حاليا فإن إسرائيل يمكنها أن تتعدى هذا العائق وأن توضح للجانب الأمريكي وكذلك لسيد أبو ماجي ما الذي تقصد تتعدى يعني مثلا هل تقطعون العلاقات مع البريطانيا مع السويد تجافون الاتحاد الأوروبي لا أبدا السويد وكما استمعنا اليوم إلى سفيرها في إسرائيل السيد كارل قال إن السويد همها أن تحافظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل وأن رئيس الوزراء الشاب الجديد الذي ليس له مراس في السياسة هدفه هو أن يشجع الأطراف المعتدلة في الجانب الفلسطيني كي تجدد المفاوضات ولكنه لا يقول إنه يشجع حماس وأنا أقول لضيفكم الكريم إنه لا يمكننا أن نتجاهل عدوان حركة حماس نحن الشعب اليهودي عانى من المحرقة ضحينا بستة ملايين ومن ثم نحن جد حذرين بالنسبة لأمننا شكرا جزيلا لك سيد شاول من الشياء الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من القدس المحتلة أعود إلى دكتور ياسر العموري هل تعتقد أن لهذه الخطوة الاعتراف السويدي بفلسطين كدولة ربما التبعات تنفذها إسرائيل وتنفذها واشنطن من قبيل الضغط الاقتصادي المستوطنات العمليات الأمنية أنا باعتقادي أن إسرائيل لن تقف ساكنة أمام مثل هكذا حراك لأن هذا يعني ممكن أن تحذو حذو السويد وتعمل على الاعتراف في دولة فلسطين معنى الاعتراف في دولة فلسطين الاعتراف في دولة تحت الاحتلال وهذا ما يؤلم إسرائيل معنى ذلك الاعتراف بالعودة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من أجل احتكام نعم كل الاحترام لأن ذلك يحمل إسرائيل النتائج أمام القانون الدولي لذلك أنا اسمح لي كما ذكر اسمي أن أرد على الضيف الذي كان السيد شاول حينما يتحدث عن أنها دولة غير قائمة نعنى نعنى نحن غير قائمة الدولة الفلسطينية لسبب واحد ووحيد وهو وجود الاحتلال فإذا ما زال الاحتلال زال السبب وقامت الدولة أما حينما يتحدث عن ضرورة أن لا ندع حماس والفكر المتطرف الذي يدعيه بين مزدوجين حول حماس التي تريد أن تقتل يهود كأنه ينسى أننا من أيام قليلة كنا أمام مجازر إسرائيلية الآن فيها لجان تحقيق دولية فليسمح للجان التحقيق الدولية أن تدخل إلى قطاع غزة وتقول كلمتها كما قال الدكتور ياسر العموري أستاذ القانون الدولي في جامعة برزيت شكرا جزيلا لك إذن هكذا ينتهي ملفات ونذكر بالعناوين خطر تنظيم داعش على الحدود التركية السورية يوحد المصالح التركية الكردية جهود أممية متواصلة لجمع أطراف النزاع في ليبيا على طاولة الحوار وغضب إسرائيلي من عزم بعض الدول الأوروبية الاعترافة بفلسطين كدولة وبريطانيا تحدد موقفها في اجتماع منتظر للبرلمان انتهى ملفات كل عام وأنتم بألف خير